رغم مرور أسبوع على الغارات الجوية التي تنفذ على الحوثيين غير أنهم واصلوا تقدمهم إلى وسط عدن بالدبابات بعد أن دخلوها من المحورين الشرقي والشمالي فمن المحور الشرقي تقدم الحوثيون على ثلاثة أحياء مجاورة لمطار عدن هي حي العريش وغاز علوان والنصر كما واصلوا التقدم باتجاه المطار كما تمكنوا من دخول حي خور مكسر وسيطروا على مركز الإدارة المحلية واقتحى مديرية الحي من عدة محاور والسيطرة عليه جماعة الحوثي تقدمت أيضاً باتجاه مديرية كريتر التي يوجد فيها القصر الرئاسي وامتدت المواجهات هناك إلى المناطق المجاورة للقصر الرئاسي وذكرت مصادر محلية أن الحوثيين تمركزوا في مناطق قريبة من القصر الرئاسي هي دوار العاقل وبالقرب من سوق عدن أما في المحور الشمالي الذي يمثله مديرية دار سعد فقد حقق مسلحو الحوثي تقدماً بسيطاً بعد أن انتشروا في أسطح المباني في الشوارع الرئيسية يأتي ذلك فيما وصل المئات من مقاتلي اللجان الشعبية الموالية للرئيس عبدرب منصور هادي من محافظة أبيان إلى عدن لدعم جبهات القتال وتم توزيعهم على جبهتين الأولى في مديرية دار سعد والأخرى للدفاع عن مديرية كريتر ولا تزال الاشتباكات دائرة في عدد من الأحياء السكنية مما أدى لإثارة حالة من الفزع بين السكان فضلاً عن سقوط قتل وجرح مع اندساس مسلحي الحوثي وسط المدنيين واستخدام منازلهم لشن هجمات وبحسب محللين فإن سقوط عدن في يد الحوثيين يعني إعلان بداية للحرب الأهلية في اليمن ترجمة نانسي قنقر